بص حضرتك بعيدا حتى عن درجات الحرارة احنا اي اي انسان بيعاني من دق في النفس او حتى قلم في السدر متكرر حتى ولو كان بسيط عياء هبوط في اي وقت غسيان كل دي حاجات بتقول والله يتجه للطبيب هنا المفروض ان احنا يعني نتبع نظام ان احنا يبقى فيه كشف دوري حاجات بسيطة جدا جدا نعرفها ان احنا نقيس ضغطنا على الاقل وان نتطمن على دي ارقام معينة لازم الضغط بتاعنا يبقى الضغط النموذجي اللي هو حوالين 128 مثلا لازم نتطمن على تحليل للسكر ودي حاجة بسيطة جدا وجاز المبادرات في وزارة الصحة الرئاسية كانت بتعتم بهذا الموضوع برضو ان احنا نتطمن على رقم تاني الكوليسترول جايز احنا بعاد عن الموضوع ده نظر ان ارتفاع الكوليسترول ما رووش اعراض بيعتبر لسه لكن هو من عوامل الخطورة الارقام دي مهمة جدا جدا الحفاظ على الوزن نفسه برضو ان احنا نشوف وزننا شكله ايه ونشوف هو ماشي فعلا معه ان ينتج منه صحة افضل للانسان ولا لا التوتر نفسه كل دي اثباب بتوصلنا الى مشاكل في صحة الانسان وفي القلب بالذات فيه حاجات برضو يعني احنا دلوقتي فيه شهور الصيف لازم برضو نتطمن عليها ان احنا ننام على الاقل من 6 ل 8 ساعات احنا اللي عايزين ان ننام اقل من كده ولا اكتر من كده لان منظمة الصحة العالمية اوسط بهذا الموضوع والدراسات بتؤكد ان اقل من 6 ساعات او اكتر من 8 ساعات ده خطر على القلب ان احنا من اكتر من 8 ساعات خطر على القلب خطر على القلب سواء اقل لا اللي بينام اكتر من كده ده خطر يبختوهم لابد نرجع للايام الزمن الجميلة ان احنا ننام بدري ونصحى بدري عشان ما نبوص الساعة البيولوجية بتاعت الانسان الحاجة المهمة جدا جدا ان احنا في فصل الصيف لابد ان احنا نوصي بشوية ان احنا نزود شرب الماء يعني اقل 2 لتر يوميا احنا نازلين مثلا في مشوار خصوصا كبار السن او الاطفال ان احنا نبعد عن يعني الوقت اللي فيه درجة حرارة عالية الحمد لله دلوقتي احنا يوميا بنبقى عارفين درجات الحرارة طول اليوم صباحا ومساءا وفي وسط في وقت الظهيرة نتجنب الخروج في هذه الساعات بالذات لان اذا ما قلنا كده ان لها خطر مباشر على صحة الانسان على صحة القلب وفيه خطر غير مباشر برضو المهمة كل دي مجتمعة تعالي برضو احنا في الصيف ان احنا منظمة الصحة العالمية اوسط ان احنا ما نزودش في الملح اكتر من خمسة جرام يوميا احنا شعب بنحب الملح شوية وبنحب المخللات وده خطر على صحة الانسان لانه وجدوا ان اكتر من خمسة جرام ملح قد يؤثر على 14% من عضلة القلب نفسها وده بتأثير سلبي يبقى ملح ودرجات حرارة مرتفعة فده بيؤثر على عضلات القلب كل ده كل ده مجتمع طيب نفرض ان احنا نويين ننزل فعلا ومشوار ضروري فليكن في الصباح الباكر يعني ممكن مثلا من 7-8 الصبح اذا كان فيه امر ضروري طيب لو نزلنا لابد ان احنا قبل ما ننزل نشرب مية بقدر كافي يبقى معانا برضو زازة مية تبقى معانا في الطريق يبقى معانا منديل ممكن ان انا اقبله بالمية واحطه على الرقبة لو حصل فيه لان فيه تبريد ذاتي في الجسم دي قدرة الخالق ان بيحصل هذا الموضوع لكن في تقدم السن هذا التبريد اللي بيحصل لنا مع الشخص الطبيعي بيكون فيه خلل مع كبار السن او المرضى اللي عندهم امراض مزمنة اذا هنا انا بنوصي طيب نزلنا يبقى لازم نلبس ملابس تكون قطنية مثلا نلبس ان تكون يعني فتحة بيضاء على اساس ان هي تحكس الشمس ومتعصلش امتصاص لها ان احنا اول ما نرجع برضو نشرب مية نقعد في مكان يكون فيه درجة حرارة كويسة فيه تكييف او مروحة طبعا تكييف يكون افضل اذا كان متوفر ان احنا ممكن برضو يعني نقطر من المشروبات اللي هي الفريش الطازجة